اشتركوا في القناة الاول دي معلقتين زبادي كبار ودي حوالي نص كوب زبدة سكر شوكولاتة صحيحة وكمان باسكوت ده القر ممكن تستعملوا اللي انتو عايزينه هاي باسكوت انتو عايزينه وديت هاف كريم وديت الشيز كريم كريم تشيز او يعني جيبنا السايحة ودوات جيلي او معانا كمان فانيليا ودي فارولة وكمان معانا لوز الاول بقى هاجيب البسكوت وهعمله كده هعود اقصر فيه شوية لحد ما يبقى ناعم بس مش عايزها ناعم قوي برضو يكون خشن شوية يعني ولا ناعم خالص ولا خشن قوي هفضل اقصر كده فيه لحد ايه ما ينعم معي شوية طبعا انا كنت جايبة بسكوت زيادة بس هو مش هيحتاج الا واحد بس انا عملت واحد بس ما عملتش اتنين وبعد كده حطيت اللوز وبردو اللوز زي ما انتوا عايزين ممكن تحطوا اللينتو اللي موجود عندكم ممكن تحطوا سوداني ممكن تحطوا بندق البندق كمان مع الحلوات بيبقى تحفى ولو ما عندكمش مكسرات برضو المرحلة دي ممكن يعني تستغنوا عنها وبعد كده انا حطيت الزبدة على البسكوت لحد ما البسكوت شرب ايه من الزبدة لحد ما بقى البسكوت زي الرمل كده وبعد كده فردته على العصنية وحطيته في التلاجة شوية يمسك لحد ما اعمل ايه احضر الكريمة دلوقتي بقى جيت حطيت كريم تشيز حطيته وبعد كده طبعا برضو انا جايبها بالفراولة ممكن تجابوها سادة مفيش اي مشكلة يعني الموجودة عندك ممكن تعملي وبعد كده حطيت الزبادي وهفضل بقى اقلب كده لحد ما تبقى كريمي خالص انا مش عايزيها تكون فيها اي حاجة ايه يعني كتل او حاجة صغيرة ودي حوالي معلقتين سكر كبار ممكن برضو لو حبت زاودي ممكن تزاودي بس انا عموما ما بحبش الحلويات تكون مسكرة قوي يعني يعني تكون وسط بتكون حلوة وبعد كده حطيت معلقة فانيليا طبعا انا ما بقطرش السكر عشان طبعا انتي لسه هتحطي شوكولاتة ولسه بعد كده هتعملي طبقة تانية وهتحطي جيلي والجيلي برضو في سكر فالاحسن انتو يعني ما تقطروش وبرضو براحيتكو لو حبين ان يبقى مسكر قوي ممكن تزاوديه تاني ممكن تخلوها تلاتة او اربعة زي ما انتو حبين بقى بس وانا بقى هفضل اقلب فيها كده لحد ما لحد ما تنعم معي طبعا ده حلو سهل جدا وعلى فكرة الكبار هيحبوه قبل الصغيرين انا ولادي خالص حبوه وكان طعمه فعلا تحفى يعني وبعد كده بقى جبت الهافي كريم دي على فكرة العلبة ديت مش كلها كاملة دي حوالي نص العلبة اه وانا بقى بدأت احط ايه اه حبة بحبة كده عشان خاطر اه انا برضو مش عايزيها تكون سايا يعني سايلة اوي عايزيها تكون اه وسط ولا سايلة اوي ولا مسكة اوي يعني وسط هتشوفوها معي بعد اما يعني اخلصها هورها لكم هتكون شكلها عامل ازاي وبعد كده ايه بصوا بدأت احط بقى ايه الهافي كريم واحدة واحدة كلما اقلب واشوفك ويعني لسه محتاجة بزود تاني هي اخدت معي حوالي نص العلبة ديات يعني ممكن تكون اه اقل من كوباية ممكن كوباية اللى ربعة ويلا اللي ما اشتركش في القناة اه يشترك واللي لسه ما عملش لايك يعمل لي اه ويلا بقى عايزيكوا تشجعوني اه ويرب كده كن عند حزن ظنكو اه وتحبوا كل وصفاتي وتجربوها اه وتكتبولي في الكومنت بس انا بقى ايه بصوا بدأت بدأت هي ايه يعني تبقى سايلة شوية معي بس برضو مش سايلة قوي طبعا الهافي الهافي الكريم دوت تحفى في الحلويات بيدي طعم جميل قوي للحلوي يعني وان بحب استعمله كتير في حاجات كتير يعني وبس كده وانا بقى ايه هحط برضو الشوكولاتة اه الشوكولاتة دي طبعا شوكولاتة عادية اللي انتو بتحبوها اي شوكولاتة اللي هو البار شوكولاتة وحطته في الطبق وصيحته في المكرويف بس ما حطتش معاه اي حاجة يعني ولا زبدة ولا اي حاجة وممكن برضو لو عندك نوتالا ممكن تحطيها معيها وبس ايه هتحتاجي بقى تحطي الهافي كريم اكتر عشان النوتالا بتبقى تقيلة شوية فممكن تحطي برضو معيها وتزودي شوية من الكريمة بصوا بقى شكل عامل معي زي ولا تقيلة قوي ولا خفيفة قوي يعني وسط طبعا انا بقى ايه فردتها كويس عشان خطر انا مش عايزة الجيلي لما يجي حط الطبقة التالتة مش عايزة طبعا الجيلي ينزل من الحروف انا عايزها تكون طبقات كل طبقة الوحدة فعلى قد ما تقدروا ما تخلوش يعني تخلو الكريمة في الاطراف كويس عشان ما فيش ايه حاجة تنزل من الاطراف وبس وبعد ما فردتها هغطيها بقى بالبلاستي كريب وبعد كده هحطها في الفريزر لو انتم مش عايزين تحطها في الفريزر ممكن تحطوها في التلاجة عادي بس هتاخد وقت شوية معيكو يعني ممكن تاخد ساعة او ساعتين انا بقى حطيتها في الفريزر عشان يعني الوقت وبعد كده بقى فضيت دلوقتي بكل كيس الجيلي وعملت حطيت عليه مية سخنة مية سخنة من الغلاية وبعد كده هضيف عليها كوبية كمان مية عادي من الحنفية عادية يعني برد عادي وبعد كده سبته بقى يبرد كده على الجنب لحد ما قطع ايه الفراولة انا طبعا مش عايزة احط الجيلي سخن لا انا عايزة احطه بارد عشان خطر ما يسيحش في ال ما يسيحلش الكريمة وكمان طبعا الفراولة لو حطتي عليها حاجة سخنة قوي بتترى وبتبقى طعمها مش حلوة يعني انا عايزها بردو تحتفظ يعني تكون فرش زي ما هي وبس بدأت بقى طلعتها من الفريزر وحطت بدأت بقى ارص الفراولة طبعا بقى شكلها طحفة ولما تحط معاها الجيلي كمان كان شكلها طحفة يعني حتى لو حد جايليك اصحاب تجايليك فجأة يعني سهلة جدا يعني ممكن تقدميها وهيبقى شكلها شيك قوي شكرا للمشاهدة بس وبعد كده بقى انا حطيت الجيلي كله وطبعا ايه هتحطيها بقى تاني في التلجة بعد كده بقى ايه بدأت افصل شوية الجناب عشان خطر ايه تطلع من الصينية طبعا برضو الصواني ديت يا جماعة مهمة يعني بتحتاجها في حاجات كتير وان شاء الله بقى اعملكو كمان فيديو عن الحاجات اللي انت المفروض تجيليها في مطبخك يعني الواحد بيستعملها كتير بيحتاجها وفي حاجات كمان برضو يعني بتحتاجها بس مش مهمة قوي برضو ان شاء الله بقى اعملكو فيديو عليه بس بصوا بقى بتسهل عليك يعني الصينية دي بتسهل عليك كتير وبعد كده بقى وهوريكو بقى انا كمان دقتها معيكو الصراحة طعمها طحفة انا ولادي يعني ما سابهاش بجد يعني وان شاء الله تعجبكم وبصوا بقى الطبقات يعني شكلها الصراحة طحفة ويا رب تكون وصفتي عجبتكم وتحبوها وتجربوها وتكتبولي في الكومنتات واستنوني في وصفة جديدة ان شاء الله اشتركوا في القناة